في أحوال المجتمع الآن وفي مكان معزول عن العالم وفي كوخ قد تنعدم فيها الحياة بإعالي بلدية ولاد عسكر أقصى الجنوب الشرقي لولاية جيجل يعيش عمي لخضر صاحب العقدة الثامن رفقة ابنه العاطل عن العملوى كذا شقيقته فاطمة المعاقف في ظروف جد مأساوية نتبع التقرير التالي لأيمن عبد الرحيم ونجمة بوكرش بداخل هذا الكوخ الذي قد يصلح لأي شيء إلا أن يكون مأوى للبشر برأس الزان ببلدية ولاد عسكر ولاية جيجل يعيش عمي لخضر صاحب العقد الثامن رفقة ابنه الوحيد البطال عن العمل وكذا شقيقته فاطمة المعاقع أختي كبيرة من يقول لك شغول داوي الإحتياجات الخاصة ما تسمعش قول له بلي خدمة قريبة أنا ما نقدرش نروح نخدم في الصحراء ولا في بلاسة أخرى بحبيس خدمة قريبة هنا المهم حاجة ما بليش أنا تدعي فيلاحي ما بليش مواهم حاب نخدم هذه المشاكل وأخرى يواجهها عمي لخضر في حياته خاصة مع الكوخ الذي يفتقد لأدنى شروط الحياة والمهدد بالانهيار والسقوط في أي لحظة الأمر الذي يتطلب التدخل الفوري والسريع للسلطات المعنية يقدمنا الميل في نتاعو 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 لأولاد نتاعو اللي معوكين دهنيا ولا صم ولا بكم ولا حركية يقدمنا الميل في ديالو ما كانش دي تردو نبطل مدرية النشاط الاجتماعي يعطيونا بطاكس لعاكا ندخلوه في الاستفادة حالة عمي لخضر لا تبعث على الارتياح خاصة بعدما أصبح عرجزا حتى عن الحركة على قدميه هل سترأف السلطات المعنية لحاله؟